هعرض لك بسرعة مجموعة صور اتخذت في الوقت المناسب اول صورة معنا النهاردة هي صورة النصر اللي جي يهجم على الغزال علشان يكله لكن مع الوهلة القولة تحس ان الغزال نفسه عنده جناحات او بيطير اما صورة البنت دي فهي نفس الفكرة والصورة اتخذت بزاوية معينة لكن في الحياة رسمت الجناحات على الحطة طبعا صاحب الكلب صوره اول مواقف على رجلي اللي من وراء وبين زي ما يكون سند على المبنى ركز اوه في صورة النصر او الطائر ده هتلاحظ ان الشخص اللي اخذ الصورة واضح جدا في الازاز وبيصوره بتليفون ايفون والبنت دي وقفة على حتة عالية من الارض زي منزل او منحضر المهمة طالعة في الصورة زي ما تكون ضخمة جدا او املاقة بالنسبة للبشر دي طبعا بنت قاعدة على مكتب او مكان استقبال عليه خلفية حسان من غير راس واللي اخذ الصورة جابها بزاوية بحسي بان ان جسم البنت هو امتداد لجسم الحسان او تكملة ليه شاب بيصور والده على الشاطئ ولما جاي اخذ الصورة نزل طائر بسرعة وخطف منه القبع او الكبل على دماغه ودي لحظة استياد طائر منقاره طويل لسمكة من البحر والصورة جات في وقتها اما بقى لو ركزت في الصورة دي فهتلاقي الطيور رسمت شكل القلب بالصدفة الغير مقصودة طبعا الغزال ده وايف قدام الشجرة والفروح بتاعتها باينة زي ما تكون قرونه بس كبيرة جدا صحيح قرونه بتطول وبتعمل تفرعات بس مش بالمنظر ده واحد حاب ياخد صورة وهو ركب فوق النعامة فطلعت بالشكل الغريب اللي انت شايفه دلوقتي ونفس الفكرة بالضبط حصلت مع البنت دي بين ودان الحيوان زي ما يكون ودانها هي لو عجبك الفيديو انتظر الاجزاء اللي جاي منه سلام